تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع أسعار أزداد من السهر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 455 قضية مونية بمضبطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقترب من 25 طن كما تم ضبط أكثر من 58 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزداد من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 712 قضية من بينها 47 قضية خبز ناقص الوزن و105 من القضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط 17 قضية بمضبطات بلغت ما يقترب من 72 طن أقمح محلية